موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم في قناة خادل المعلوميات ان شاء الله دائما سيكون عن كيفية حصوعة انترنت مرجانية بجمال انترنتة فتح تدفع الحصوص على مركز لقد لكن في المرة المرة لانترنت سهولة وكيفية تتفقد الحصوص على البيت يجب أنotherم خادل وبركاته فتح تدفع لانترنت لاحظة عن انترنت لديها البيت وعلي تحقف بطيئة فالتناك الأسرع التدفع في قناة خاصة مثل كلاش رويل أو كلاش فتح تدفع الحصوص على البيت كامل البيت فالتناك انترنت تفقدم انه مرء وارد كل شرع سوف نقوم بتجرب بلاي نكتب بالبحث سايفون برو طبعا اذا لديك سايفون العادي لا تجرب لانه لا تشتغل مع اكثر حصرا سايفون برو نزل سايفون برو بعدما تزع التطويق تفتحه سيطلعك بشكل او حتى احيانا يطلعك قبل مثلا هاي الواجهة يطلعك انه مثلا شمدك يجتغل مثلا انت عبره النفق والجهاز اكمله طيب بعدما تقول انه جهاز اكمله يطلعك به الشكل يطلعك العدادات هون العدادات تحتمل خيارات مثل ما شايفها قدامك بتفعل خيارين بعدما تفعل هذول الخيارين يطلعك العدادات اخرى تكون هي به الشكل فانت بتشغيل اتصابها بروكسي اتش تي تي بي وتخليها على استعمال عدادات شبكة النظام بعدما نذهب على عنوان اتش تي تي بي خاصة اضغط عليها بتكون هي به الشكل اضغط عليها وتكتبوا هون بالعنوان واحد هاست وتحت اضغط لي بيضاوى اضغط عليها اضغط عليها و اضغط عليها افتح Clash of Clans نحكم و شايفين ما عم تشتغيل ما في نت طيب رح نروح على السايفون طبعا بعد ما تملي اعدادات اللي اللي عملناها قبل شوي سوا لما تطلع لابداء وتزرع شوي هو احيانا بيأخذ شوية وقت لابد ما يفوت على السيرفر يعني وتشتغل الناتبار بس يعني ما علش انه بعد ما حتى نتلاقيها عن جد سريعة كتير زريفة ننتظر شوي كما شايفين شلون اتصل لما يصير عندك بهالشكل كما شايفينه قدامكم يعمل ببضاية جهاز بأكباله تم تنشيط vbm بواسط سايفون برو لما يطلع فيه الشكل معناته الناتبار عندك اشتغلت طيب هلا خلينا هلا اروح هلأ خلينا هلأ نروح على ننتظر شوي ليحمل طبعا الناتبو كل مرة تكون سريعة احيانا تكون سريعة شوي مسلا بتعلق شوي احيانا بس يعني صراحة يعني برأيي انا حسب ما شفت يعني استخدمت انصر لي هلا عم استخدمها اسبوعين عن جد شغالة وكتير سريعة وحلو يعني وشاكمين شلون فتح الانكلاجة فتحها ما في اي مشكلة فهلا متل ما شفتوا شلون انو الطريقة شغالة ما في اي مشكلة حتى اذا احبوا اندو روحوا كمان جاربوها عنكم لحوح عليكم روحوا جاربوها بسرعة وفتحوا فيها عليها يوتيوب بالطريق مسلا وانا الصراحة يعني هذه الطريقة انا عم استخدمها ما عم استخدمها بيتخطي ابدا عم استخدم الطريقة بلعب فيها Clash Royale Clash of Clans وما برجع ابدا عن اي مشكلة هذا هو الشرح لاني اليوم لا تتذاربك الفيديو تعمل لايك وسبسكرايب وتشارك الفيديو مع عزقائك ليستفاد الجميع والسلام عليكم ورحمة وبركاته